أكد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة ألقاها خلال مسيرة العشر من محرم بالضاحية الجنوبية لبيروت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يدفع المنطقة باتجاه حرب على لبنان وسوريا وغزة وحركات المقاومة بدواع كذبة وعنوين دفعية وحرب استباقية كما يدعي إن نتنياهو وحكومته وقيادته العسكرية لا يملكون تقديرا صحيحا إلى أين ستؤدي هذه الحرب إذا أشعلوها ما هي مساحتها؟ ما هي ميادينها؟ من سيشارك فيها؟ من سيدخل إليها؟ نتنياهو وحكومته وقيادته العسكرية لا يعرفون إذا بدأوا هذه الحرب كيف ستمتهي؟ وأنا أؤكد لكم أيضا أنهم لا يملكون صورة صحيحة عما ينتظرهم لو ذهبوا إلى حماقة الحرب هذه نصر الله دعا إلى مواصلة المعركة على تنظيم داعش والانتهاء من خطرها وفسادها وظلمها وتشويهها وتدميرها